اختتمت نقابة الصحفيين الليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين في العاصمة المؤقتة عدن فعليات الدورة التدريبية الخاصة بالسلامة المهنية للصحفيين أثناء تغطية الصراعات والحروب وتلقى عشرون صحفيا وصحفية من محافظات لحج وأبن وضالع على مدى يومين عددا من المعارف العلمية والتطبيقية حول الإسعافات الأولية وجوانب السلامة المهنية وعملية التخطيط الجيد لمهمة إعلامية في مناطق الصراع وكيفية تجنب الخواطر والاختطافات أثناء التغطيات الإخبارية لمناطق التوتر والاضطرابات والإضافة إلى أساسيات الأمن الرقمي في العمل الإعلامي وأوضح رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بعدا محمود ثابت أن نقابة الصحفيين اليمنيين نفذت عدد من الفعاليات التدريبية والتأهلية للصحفيين وذلك خلال العام الحالي هدفت إلى توعيتهم بأهمية اتخاذ الاجراءات الخاصة بالسلامة المهنية في العمل الميداني ورفع مستوى الوعي لديهم في كافية الحفاظ على أنفسهم في مناطق الصراعات وذلك ضمن البرامج التدريبي الذي يأتي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين وأكدا بأن النقابة تسعى خلال الفترات القادمة لتنفيذ عدد من الأنشطة في مختلف الجهات المعنية لتعزي وتطوير مهارات الصحفيين اليمنيين في عدد من المجالات المهنية والصحفية وفي ختام الدورة تم تكرم المشاركين بشهادات تقديرية